أعلن المزارعون المعتصمون أمام مجلس النواب تعليق اعتصامهم المفتوح بعد اجتماع ممثلي القطاع الزراعي مع رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان مروان لحمود لم تنتهي محاولات الحكومة بعد بحسب المزارعين المعتصمين أمام مجلس النواب منذ 27 يوماً للالتفاف على مطالبهم المتمثلة بإلغاء الضريبة على مدخلات الانتاج المقدرة 10% المزارعون اعتبروا أن جميع الإجراءات الحكومية المتعلقة بهذا الموضوع تهدف إلى تطخيم وتشعيب الأطراف لمناقشة القرار مع المزارعين مؤكدين أن قراراتها لم تدرس بعناية إنما تحاول الخروج من نطاق الصراع القائم على القرارات الاقتصادية الجائرة دعوة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية جعفر حسن أن يكون هناك لقاء يجمع بين المزارعين وصندوق النقد الدولي اعتبرها خبراء تدوين لأزمة صغيرة يمكن إنهاؤها من خلال اجتماعات وتفاهمات مع المزارعين ترضي جميع الأطراف وتحافظ على القطاع الزراعي بعيدا عن إشراك أطراف دولية كصندوق النقد الدولي لحل المشكلة النواب حتى بعد مطالبة رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية خالد لحياري بتخفض الضريبة إلى 5% إلا أنه برأي مراقبين ما زال هذا المجلس المنتخب لا يستطيع ثني الحكومة عن قراراتها لتذهب كل تلك المطالبات أدراج الرياح ترجمة نانسي قنقر